ترجمة نانسي قنقر تواصل هيئة تنظيم سوق العمل حملاتها التفتشية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك في جميع محافظات مملكة البحرين حرصا منها على تعزيز الرقابة والتنظيم والتشديد على المخالفين وتأتي هذه الحملات بالشراكة والتعاون مع مجموعة من الشركاء وعلى رأسهم وزارة الداخلية وتهدف هذه الحملات المكثفة إلى تفعيل الأدوات الرقابية التي تكفل استقرار سوق العمل وتنظيمه والقضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية بما يضمن الحفاظ على تنافسية وعدالة بيئة العمل كما تسعى هيئة تنظيم سوق العمل للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل وتدعو دائما جميع أفراد المجتمع للتكاتف ودعم الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتصدي للعملات غير النظامية حماية للمجتمع ككل وتحرص الهيئة في الوقت نفسه على تلقي ومتابعة شكاوى أفراد المجتمع بهذا الشأن عبر موقعها الرسمي ومنصات التواصل والاتصال المتاحة للجمهور